كان البرنامج السياسي المتميز برنامج الحسم للزميل هارون الرشيد هو الأول من بين باقي البرامج السياسية الحسم على منصة تكريم استفتاء موازين حاصدا جائزة البرنامج السياسي المتميز لعام 2021 البرنامج الذي يقدمه الزميل هارون لقى استحسان المتلقي لما قدمه من محتوى سياسي منفرد باسلوب مختلف حاور فيه أصحاب القرار وسياسي الداخل والخارج مواكبا فيه جميع الأحداث وتطورات في المشهد السياسي المتقلب مبارك للجميع إن شاء الله الحلقات المقبلة تكون مميزة أكثر بالنسبة للحسم على اعتبار أن الحسم برنامج عمل على خلق رأي عام كثير من المفاهيم تغيرت ما حاولنا نستخدم أسلوب المشاكل حتى الحلقات تكون مشاهدة حاولنا نشتغل على المعلومة من أصحاب القرار النافذين برسم الخارطة السياسية على الاعتبار أنه توجه الأكبر للبرنامج هو سياسي شكراً للجميع شكراً للمدير العام اللي بيعتبر أساس نجاح أي عمل ينطلق بشاشة الرشيد لسالة علي بابان شكراً لكم وهذا الفوز هو فوزكم جميعاً الرشيد تستحق من القنوات العائلية المهمة والمؤثرة ورسالتنا أيضاً للرشيد وبقية القنوات البلد يمر بمنعطفات كثيرة وهناك هجمات ضد العراق وتفكيك المجتمع والنسيج المجتمعي في العراق وأيضاً شكو شيء إيجابي هناك استهداف له من بقية القنوات نعول على الإعلام المهني والحر مبادرة جميلة هذه الاحتفالية تكريم المبدعين الفائزين الذي يقدموا منتوجاً أدبياً وأعلامياً وثقافياً رائعاً أقول للفائزين مبروك عليكم هذا الفوز وشكراً لوكالة موازين نيوز وربما المستقبل سيكون أكثر تطوراً للمبدعين العراقيين من فنانين وأدباء وصحفيين إعلاميون وصحفيون وشخصيات مبدعة كل حسب مجاله وتخصصه ومكانته الوظيفية نالوا التكريم على مبدأي لكل مجتهد النصيب وهذا التكريم المعنوي يوسع من أفق النجاح والإبداع هذا الاستفتاء أعطى للمتميز العراقي المبدع العراقي صورة جديدة يعني شنظر أن نكرر المبدعين شنظر أن نقلتهم أوسمة التفوق والتمييز موازين كانت سباقة بتمييز المبدعين حقاً هذا الحضور اليوم شجعنا على أن يكون العام المقبل عام أكثر فعالية أكثر حضور هيئة المناثة الحدودية من الهيئات المهمة من ضمن مؤسسات الدولة كان لنا إجراءات تدقيقية الإلكترونية قوية أسفرت عن ارتفاع الإرادات وضبط عمليات تهريب وعمليات هدر بالماء العام هذا التكريم هو لكافة كوادر هيئة المناثة الحدودية وسيكون دافع لتقديم المزيد من العطاء خدمة بدل العراق هذه المهرجانات وهذه المؤتمرات وهذه اللقاءات ما هي إلا نقل لواقع العراق الحقيقي الذي حاول البعض تشويه سمعته من خلال الإرهاب لكن الحمد لله هناك صحفيين مبدعين أمثالكم وامثال القنوات الأخرى من الزملاء هذا يشجعنا على البقاء والتقدم أكثر وأكثر نحو بناء مستقبل حقيقي للصحافة العراقية قناة الرشيد لم تقف عند حدود الإبداع في كل برامجها ونشاطاتها ولم تترك من لا صوت له إلا وصدح عبر شاشتها ووصل إلى المسؤول فهذا التكريم ليس الأول ولا الأخير فالتجدد مستمر والعطاء يتدفق في أثير الإعلام الحر ليوصل رسالته دون تحريف أو تجميل لشكل الخبر ومضمونه من بغداد جابر جمال قناة الرشيد الفضائية